الحقيقة بخصوص البطولات والانتصارات أنا عايز أبدأ معاكم الحلقة وأتكلم عن العظمة اللي بيعيشها النادي الأهلي خلال هذه الفترة الحقيقة إذا كنت بتكلم فأنا حتكلم على جميع الأصعيدة جميع الأصعيدة بصراحة أنا كرجل أهلاوي وكعضو في الجمعية العمومية للنادي الأهلي أنا فخور فخور بكل النجاحات اللي بيحققها مجلس إدارة النادي الأهلي سواء على المستوى الإنشائي أو المستوى التعاقدي وكل الأمور الأخرى أو حتى على المستوى الرياضي وحتى على مستوى عقود الرعاية الحمد لله منافسات في كل الألعاب وبناخد بطولات كثيرة جدا وده مش غريب على النادي الأهلي لأنه دايما في المقدمة ودايما رقم واحد بس اللي بيحصل السنين دي بصراحة يدعوه للفخر شايفين المستوى الإنشائي في كل مقرات النادي الأهلي بيعمل إزاي شايفين مقر التجمع الخامس هذا الصرح الرياضي الاجتماعي العظيم الحقيقة اللي بيضاف للبنية التحتية للرياضة المصرية مش للنادي الأهلي فقط ولكن للرياضة المصرية مش خدمة الأعضاء الجمعية العمومية طبعا اللي هم الأساس في كل شيء ولكن إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية شفنا المؤتمرات الصحفية وكيفية تقديم الرعاة رعاة النادي الأهلي الجدد والعظمة اللي الناس بتتكلم فيها عن الأهلي وشراكتهم مع النادي الأهلي كمان على المستوى الرياضي شايفين كل الانتصارات في كرة القدم كرة اليد كرة السلة الكرة الطيرة يمكن هي لشوية تنس الطاولة النهاردة كل الألعاب الحقيقة كل الألعاب أنا مش عايز بس أقول ألعاب معينة احنا حققنا في آخر كام شهر على مستوى كرة القدم ثلاث بطولات الأهلي متصدر قائمة الأكثر تتويجا في العالم بالبطولات هذا العام في الألعاب الأخرى زي ما بنقول لحضراتكم يوميا 17 بطولة من 21 بطولة ان شاء الله بكرة نقدر نحقق البطولة 18 كل ده بفضل مين لا جماهير النادي الأهلي العظيمة كل ده بفضل العمل المؤسسي كل ده بفضل الإدارة الحكيمة كل ده بفضل العمل المستمر لخدمة الرياضة داخل النادي الأهلي وبالتالي خدمة الرياضة المصرية بالفعل شكرا للنادي الأهلي فعلا الأهلي دائما طموحات وإنجازات